السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسي لهذا اليوم يتحدث عن نظرية في ثغورس نبدأ أولاً بالفكرة درستي حل معادلات تربيعية باستعمال خاصية الجذر التربيعي والآن أحل مسائل باستعمال نظرية في ثغورس يقولك تقاس أجهزة التلفاز بطول قطرها أو قطر شاشاتها حيث يمكن استعمال نظرية في ثغورس أخذناها فيما سبق لإيجاد قياس القطر إذا كان ارتفاع الشاشة وعرضها معلومة نظرية في ثغورس يسمى الضلع المقابل للزاوية القائمة في المثلث القائم وتهر وهو أطول الأضلاع ويسمى كل من الضلعين الآخرين ساقين طيب نظرية في ثغورس سنص على ماذا الجيم تربيع تساوي ألف تربيع زائد ألباء تربيع طيب هنا معطيني مثال من واقع مثال يقول أوجد طول الضلع المجهول في كل مما يأتي نعوض في النظرية الجيم مجهول جيم تربيع تساوي الألف بعشر تربيع زائد الباب 24 تربيع جيم تربيع تساوي 10 ضرب 10 مئة 24 ضرب 24 خمسمائة وستة وسبعين جيم تربيع تساوي ستمائة وستة وعشرين أضع الجذر لكل الطرفين الجيم تساوي موجب وسالب ستة وعشرين بما أن الطول الضلع لا يمكن أن يكون سالب إذن طول الضلع المجهول هو ستة وعشرون وحدة مثال من واقع الحياة إيجاد طول الضلع في مثلث قائم الزاوية لدي هنا المجهول هو العين الوتر معلوم وإحدى الساقان معلوم إذن الوتر بستة تربيع زائد عين تربيع زائد ثلاثة تربيع ستة ضرب ستة وثلاثين تساوي عين تربيع تنزل زائد ثلاث ضرب ثلاثة تسعة أطرح تسعة من كلا الطرفين يعطيني سبع وعشرين يساوي عين تربيع نأخذ الجذر لكلا الطرفين العين تساوي تقريبا خمسة بوينت اثنين إذن ارتفاع الشراع هو خمسة بوينت اثنين طيب معكوس نظرية فيثاغورس معكوس نظرية فيثاغورس إذا كانت أطوال الأضلاع عندي ألف باء جيم مثلث تحقق المعادلة جيم تربيع يساوي ألف تربيع زائد الباء تربيع فإن المثلث ما به مثلث قائم الزاوي وهي ثلاثية فيثاغورس التحقق من أن المثلث قائم الزاوي مثلا نعطيك ثلاثة أطوال أضلاع أطول ضلع جيم اللي هو يساوي 16 و الضلعان الباقيان واحد فيهم ألف والثاني يساوي الباء نعوض في النظرية جيم تربيع تساوي ألف تربيع زائد الباء تربيع جيم ب 16 تربيع يساوي 9 تربيع زائد 12 تربيع 16 ضرب 16256 9 ضرب 9 81 زائد 144 256 تساوي 81 جمعتها مع 144 تساوي 325 لا تساويها إذن بشكل مباشر المثلث لا يشكل مثلث قائم الزاوي أتمنى أن يكون الدرس وابح لكنا جميعا